اشتركوا في القناة جد على من أتى باب المراد الهاشمية شعلت في تاك لماذا يا ابن رسول الله؟ لقولك وكيف أحبطه وأنا من شيعتكم الخلص؟ ويحك أتدري من هم شيعتنا الخلص؟ لا يا ابن رسول الله شيعتنا الخلص حزقيل المؤمن مؤمن آل فرعون وصاحب ياسين الذي قال الله تعالى فيه وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وسلمان وأبو ذر والمقداد وعمار أسويت نفسك بهؤلاء؟ أما آذيت بهؤلاء الملائكة وآذيتنا؟ أستغفر الله وأتوب إليه فكيف أقول يا مولاي؟ تقول أنا من مواليكم ومحبيكم ومعادي أعداءكم وموالي أولياءكم كذلك أقول وكذلك أنا وقد تبت إلى الله من القول الذي أنكرته وأنكرته الملائكة الآن قد عادت إليك مثوبات صدقاتك وزال عنها الإحباط الحمد لله يا مولاي الحمد لله يا مولاي بوركت لك بوركت لك والله يا سيدي أنا من مواليكم ومحبيكم ومعادي أعداءكم وموالي أولياءكم نشتكم الله من يحفظ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن علم علي أنا أحفظه قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتي الباب وما هو العلم الذي عناه رسول الله الله ورسوله أعلم لكن الحديث مفسر وأنتم فقهاء بغداد وإليكم تأوي الأمة فإذا ما سئلتم عن علم رسول الله قلتم الله ورسوله أعلم أفدنا أفادك الله يا أمير المؤمنين يقول رسول الله أنا مدينة العلم التي استودعني الله سبحانه وتعالى بها وعلي بوابها الذي يعلم ما فيها بما علمته الأمين عليها الحافظ لها المبلغ بعد لما أراد الله من علمه لعباده فلا يجوز لأحد أن يقارن نفسه به فهو الأعلم بالحلال والحرام وهو الأعلم بطرق السماء منه بطرق الأرض كما قال مرة سلوني قبل أن تفقدوني فإني أعلم بطرق السماء مني بطرق الأرض إن أمير المؤمنين علي هو الأعلم بعلم الله وهو الأمين على مدينة علم الله خازنها وبوابها فكيف عدلوا إلى سواه قال أمير المؤمنين علي عليه السلام علي عليه السلام علمني رسول الله ألف باب يفتح من كل باب ألف باب ومن ساعة علمه عليه السلام يقول سلوني قبل أن تفقدوني فإني بطرق السماوات أخبر منكم بطرق الأرض إني إني والله لا أخفي مذهبي وإني مؤمن أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو خير البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فهو وصيه وهو نصبه علما أمام أصحابه في غدير خم حيث قال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى يا رسول الله فرفع يد علي وقال اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من ولاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار فبايع له الصحب جميعا وقال له عمر بخن بخن يا ابن أبي طالب هليئا لك يا علي لقد صرت مولايا ومولا كل مؤمنة ومؤمن لعله أراد ولايته في علمه وأهله أمركم عجب وهل بيعة أوضح من بيعة رسول الله صلى الله عليه وآله في غدير خم حيث قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ويوم المباهلة قال ادعوا أبنائنا وأبنائكم فدع الحسن والحسين وادعوا نساءنا ونساءكم فدعوا فاطنا وادعوا أنفسنا وأنفسكم فدعوا عليا وجعله نفسه ونزلت الآية الكريمة إلى يوم الدين في الكتاب الكريم فهل أوضح من هذا وهل أعظم من نفس رسول الله أمر قاطع صارم بين كالشمس وبعد هذا تأتون وتقولون ربما قصد كذا وأراد كذا وتتناقلونها من رجل إلى رجل دون نص أو وصية وماذا عن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأمرهم شورى بينهم صدق الله العظيم وكيف يكون شورى بينهم وقد أوصى بها لعليه إنها وصية لعليه من رسول الله تصريحا وتلميحا وإشارة وبشارة ولكم الله اللهم هذا مذهبي وإني قد بلغت السلام عليكم ورحمة الله وعليك السلام يا ابن العم أما كنت أتيتك يا مولاي بل أتيك في دار إمارتك يا ابن العم تفضل مكان يا ابن العم لا بل أجد لنفسي مكانا وتجلس أنت حيث مكانك تفضل يا ابن العم تفضل لعل الأمر خير خير إن شاء الله تفضل يا ابن العم تفضل يا ابن العم تفضل يا ابن العم تفضل يا ابن العم لا حوله لا أخوة إلا بالله أما شوقنا إليك فلم أزيد عليه فمتى تبارك ديارنا بقدومك وإني أرجو الله أن تكون في أقرب وقت عندنا ثم إن عروسك تنتظرك على أحر من الجمع وهي حلالك وقد بلغتما ما يجب أن تكون العروس في كنف زوجها فاقدم إلينا يرحمك الله ولسوف أبعث إليك ياسرا يحملك إلينا ومن تشاء في أسهل مركب والسلام عليك يا قرة عيني واسلم لعمك يا سيدي كأن الرسالة أزعجتك لا بل يدعوني لزيارته متى شئت؟ وما المانع يا حمق الله وهو يظهر حبه لنا ما استطاع ويجادل الفقهاء وفي أمير المؤمن على من عاداه وليس لنا إلا ما يظهره لكنه الأن حزين ويكاد يتمزق من الألم حينما يصح من أحزانه يكون خيرا إن شاء الله يتمزق من الألم؟ لما يا سيدي؟ فجعه الباري تعالى بأحب الخلق إلى قلبه لا تقتل نفسك يا أخي ليته ليته أخذ روحي وترك صالح يجب أن تقوى على المصيبة الأمة بحاجة إليك أريده محمدا نعلي الرطا أريده حالا أخشى أخشى أن يكون عقابا من الله تعالى لك يا المأمون يا رب يا رب أدخل أخي صالحا جنة ارحمه يا رب ارحمه وارحمني ارحمنا يا رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله أكبر وماذا ستتعوه يا مولاي؟ علياً على اسم جده علي الرضا واسم جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه مرسلام مبارك المولود يا ابن أخي ومولاي مبارك هو إن شاء الله علي بن محمد وصي ووارثي فحموه بمهج العيون بلى يا طائي سبحان الخالق لقد شعل بيت بنور المولود المبارك سيفرح مولاي بالمولود الجديد هنيئ لك يا مولاي لو عرفت السيدة ثمانة إنها والله أم للمساكين مثال للطقى والطهر تقد أكرمها الله بخير زوجين على وجه الأرض فهنيئ لها الزوجة والمولودة ولآل البيت عليهم السلام السلام على أبير المؤمنين وعليك السلام ورحمة الله يا ابن أكتم ما بالك ترتعد أصحيح ما سمعت يا أمير المؤمنين حول ماذا بأنك أصدرت منشورا تأمر به خطباء المساجد بالانتقاص من معاوية ابن أبي سفيان يا ابن أكتم اسمع وهذا في حديث عن المطرف ابن المغيرة ابن شعبة وقد حدثه والده أنه جاء معاوية مهنئا له بالخلافة قائلا إنها عز الدهر فقال معاوية حيهاد مات محمد فاستخلف أبو بكر ثم تسلمها عمر وكذلك عثمان وها هو أخ بن هاشم يصدح المؤدنون باسمه في طول دار الإسلام وعرضها خمس مرات كل يوم خمس مرات وهذا هو العز الذي لا يزول فعلّم تهنئني ولهذا يا ابن أكتم أمرت أن يصغر به يا مولاي قد يثور العامة ويضطربون وهذا ليس من السياسة في شيء ناشدتك الله ألا تفعل يا مولاي فما مضى قد مضى هكذا ترى بلى يا مولاي سأقف ما أزمعت عليه شأن معاوية هذا أبلغ في سياسة الملك يا مولاي إن ثبات السلطان في تسكين العامة وقد اشتد ملكك وهابك الملوك والناس فلماذا يا مولاي توهي أركان ملكك مثلك مثلك من نصح دعبيل مهلا أيها الأمير إن أمير المؤمنين أمنه فلا السبيل إليه إن أمكنني الله منك لأقتل انك ترجمة نانسي قنقر السلام عليك يا خيران وعليك السلام أهلا بياسر مولايك هنا بلا استأذنوا إني أحمل إليه بسالة من أمير المؤمنين المأمور على الرحل والسعب السلام عليك يا أمير المؤمنين مرحبا بأخي وابن أخي عبد الله هنيئا لك حب أمير المؤمنين يا عبد الله من الرجل الذي دابل ويحك يا دابل متى كنت خاملا وأنت القائل في ويحك يا دابل أمير المؤمنين أو ما رأى بالأمس رأس محمدي نوفي على هام الخلائف مثلما توفي الجبال على رؤوس القردد إني من القوم الذين سيوفهم أي أنت قتلت أخاك وشرفتك بمقعد لي شاد بذكرك بعد طول خمولة واستنقذوك من الحديد الأوهدي استنقذوني من الحديد الأوهدي كيف استنقذتموني من الحديد الأوهدي وأنا في حجر الخلافة ربيت وأنا خليفة وابن خليفة وأخ خليفة كيف استنقذتموني من الحديد الأوهدي كيف سبق أمانك يا أمير المؤمنين بلى أمان لا ينتقص لو شئت لقلت ما لا يرضيك ولكنني لم أتي لهذا لك الأمان على كل ما سبق ولي عليك شرط هاته أسمع منك منازل آيات والرائية ولك الأمان على كل ما سبق وفعلت أما التعية فهي طويلة وأما الرائية أعتقد أنك لا تحب أن تسمعها الآن الرائية لا أحب سماعها لا بأس إذن أسمع منك الآن الرائية والثانية في وقت آخر هات تأسفت جارتي لما رأت زوري وعدت الحلم ذنبا غير مغتفري ترجو الصبا بعدما شابت ذوائبها وقد جرت طلقا في حلبة الكبر إيه لا أبرح المدينة ولا مدري إلا وهم شركاء في دمائهم كما تشارك أيسار أبناء حرب الزكي ولا على الزكي بقرب الرجس من ضرري هيهاد هيهاد كل أمرين رهن بما كسبت له يداه فخذ ما شئت أو فذري صدقت صدقت والله يا دعبل لا ينفع الذكي أو يضره قرب قبره أو بعده عن الرجس ومعك حق هيهاد كل مرئ رهن بما كسبت له يداه فخذ ما شئت أو فذري فما أحلى أسمى أزمى وأكرم أنفسكم وأعظم شأنكم وأجل فطركم وأوفى عهدكم وأصدق وعدكم كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعل فهم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم المكرم وشأنكم الحق والصدق والرفق وطولكم حكم وحكم ورأيكم علم وحلم وحزم إن ذكر الخير إن ذكر الخير كنتم أموالا مولايا الإمام عليه السلام قادم إلى بغداد بلى وهو في طريقه إليها فقد رغب المأمون بزفاف ابنته إليه إني لأعجب من هذا المأمون يقول إنه يحب مولايا حد الولا وما ينفك يعلن أمام الخاصة والعامة أن أمير المؤمنين علي عليه السلام خير البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لكنه يفتك بالرضى ويفتك بآل بيته إنه رجل متناقد غريب الأطوار بل إنه يريد ملكه ويرغب بتقريب آل البيت كي لا يخرج عليه ويهدد ملكه وربما يرغب بالإئتلاف وتسكين الخواطر كي ينسى آل البيت محل بهم على أيدي أبائه ويهد وكيف ينسى ذلك ولقد أجاد دعبل أرى أمية معدورين إن قتلوا ولا أرى لبني العباس من عذري لا عذر لكليهما هذه المودة في القربة هذا جزاؤهما لرسول الله صلى الله عليه وآله يا زوار قبر مولاي الإمام نحن حراسكم لا تخشوا قاطع طريق ولا شرطة ظالم فأنا نذرت نفسي لحمايتكم لكأني بمولاي الإمام عليه السلام يريدني أن أحمي زوار مشهدك وما دمت حيا فأنا خفيركم أقولك بما أمرك به يا خمامون في ماذا أيها الأمير بأن تكون من حاشيتي وتختص به لعله استثقل لي ولعل ابن أكثم أراد أبعادك بعدما أحبك المأمون ولعل لكليهما أرب في نفسه أفصح يا ابن دواد كبر العباس بن المأمون أيها الأمير أبلغت بأردت الأمان على الصدق لك لما لقد أرادني عينا عليك ولما تخبرني لتحذرني ستبلغ ورأك كنا مرة عند مولاي محمد بن علي عليه السلام فقال له عبد العظيم الحسني تحيرت بين زيارتي قبري أبي عبد الله الحسين وقبر والدك الرضا بطوس عليهما السلام فما ترى وقال له مكانك ثم دخل وخرج ودموعه تجري على خديه ثم قال زوار أبي عبد الله كثيرون وزوار قبر أبي بطوس قليلون ثم سألته ما لمن زار قبر والدك بخراسان قال الجنة والله الجنة والله اللهم اجعلنا من زواره كنا مرة عند مولاي الإمام عليه السلام فأرسل إلى رجل يدعى المطرفي أن يأتيه فأتا فأخرج من تحت البصات سرة وقدمها إليه ثم قال له مضى والدي ولك عليه أربعة آلاف درها وهذه هي فقال له الرجل رحم الله أباك ما عرف بها بشر سوانا فكيف عرفت فتبسم الإمام وسكت ثم قال ومن جميل ما سمعت منه قوله تأخير التوبة اخترار وطول التسويف حيرة والاعتلال على الله هلكة هذا القصر الذي أمرني مولاي أمير المؤمنين بوضعه في خدمتك تستعمله كما تشاء وتستقبل فيه من تشاء فيه الخدم والحشم والآلة وكل ما ترغب أخرج منه الجواري وهذا خيران يكفيني للخدمة جعلت في ذاك يا مولاي ولكن لفرشه كثير وآلته كثيرة ولا يحسن خيران وحده القيام به ودع له فيه القليل الكلام الكثير الأمانة سمعا وطاعة يا مولاي سمعا وطاعة عظي يا ياسر أما هذه الدنيا فإن فيها مغترفون ولكن من كان هواه هوى صاحبه ودان بدينه فهو معه حيث كان والأخرة هي دار القرار صدقت بالله يا سيدي صدقت بالله كبر عبد الله وموسى يا أمنا برعايتك يا أمير المؤمنين هل لي بكلام أخل به حبا وكرامة هل ينقصهما شيء؟ لا يا مولاي هما بخير ولله الحمد الحمد لله ماذا يتعلمان؟ شغفاء بالموسيقى والغناء والشعر والفقه يهتمني بالشعر ويحفظانه ولا حظ لهما في الفقه تعلمين يا أمه جربت الملك والسلطان والجاه لكني ما رأيتك العلم يرفع صاحبه لا والله قد جئت إليك في أمر أرجو ألا ترديني خائبا ما عزى الله يا بني قل ما تريد ما أجملها من كلمة تعلمين أني عقدت لمحمد بن علي الرضا على ابنة أم الفضل وقد أرسلت إليه وجاء من المتينة وأحب أن تكلميه فيدخل عليها لكما أتمنى أن ينجبا ذرية في حياتي وجداهما العباس وأمير المؤمنين عليه السلام صدقت والله فهي عندي تعادل الخلافة إن لم تفوقها لن يكون إلا ما تحب بوركتي بوركتي يا من لم ولن تنجب نساء بن العباس مثلك أطال الله بقاءك وما اتعن بك ترجمة نانسي قنقر من أنت؟ أنا خيران خادم مولايا محمد بن علي الرضا امضي إلى سيدك واستأذن لي عليه قل له زبيدة أم جعفر تستأذنك بدخول أمر سيدتي وإني أرجو منك يا سيدي وابن سيدي أن تقر عيني وتدخل بزوجك حلالك وقد علمنا أنك تزوجت وأنجبت فعسى أن تنجبا ذرية ماجدة طاهرة لا بأس متى؟ غدا إن شت لا بأس بالغد حبا وكراما فقد أثر عنك حبك لأمير المؤمنين وآل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله اللهم صلي على محمد وآل محمد يا أمط الله من أطاع هواه أعطى عدوه مناه زدني زدك الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة